نداء استغاثة تطلقه شركات عالمية في قطاع الشحن داقت درعاً بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تورتر المملوكة لشركة يونانية سفينة أخرى كان مصيرها الغرق بعد استهدافها من الحوثي في الثاني عشر من يونيو الجاري باستخدام صواريخ وقارب مصير ملغوم في تهديد متعاظم لتجارة العالمية مبعث المخاوف عند شركات الشحن العالمية تزايد استهداف السفن التجارية بالقوارب المفخخة تسعيد الحوثيين هذه المرة باستهداف السفن التجارية بقوارب مفخخة دفع شركات التأمين لرفع منصوب التحذير بيان مشترك لأكبر اتحادات قطاع الشحن في العالم وصف الوضع في البحر الأحمر بالمأساوي مستغرباً تعرض البحار للهجوم بينما يسعون لإيصال الإمدادات الغذائية لدول العالم في الثالث عشر من يونيو الجاري استهدف الحوثي سفينة فيريبن الأوكرانية واضطرت تاقمها لإخلائها وتركت لمصيرها المجهول في خليج عدن في شهر مرس الماضي أغرق الحوثي سفينة ربيمار البريطانية بعد استهدافها بصاروخ باليستي وفي شهر نوفمبر الماضي سيطرت جماعة الحوثي على سفينة غالكسي ليدر البريطانية وما تزال تحتجز تاقمها بعد أكثر من سبعة أشهر البنطغون أحصى أكثر من مائة وتسعين هجوم شنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية والبحرية الأمريكية منذ نوفمبر الماضي وشكلت واشنطن تحالفا دوليا لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر لكن إصرار الحوثي على استهداف السفن التجارية بات يهدد بتعطيل أوسع للتجارة البحرية في المنطقة مولو جودي العربية مولو جودي العربية